رحمة الله وبركاته أول رد فعل من وزارة الرياضة عقب وصول اللجنة للزمالك في أول رد فعل من وزارة الشباب والرياضة عقب تسلم اللجنة السلاسية مهام عملها رسميا اليوم داخل نادي الزمالك قررت وزارة الرياضة عقد جلسة مع أعضاء اللجنة من أجل تسليمهم مهام إدارة الزمالك وتحديد الأختصاصات ومهام العمل وكانت اللجنة السلاسية التي تم تكليفها بإدارة الزمالك وصلت إلى مقر النادي منذ قليل لاستلام مهام عملها في إدارة شؤون النادي يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة السلاسية المكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وإيمان عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي بإدارة شؤون النادي وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديدة عاش نادي الزمالك عظم نادي في الكون موسيقى موسيقى